أولاً مصلحة للوطن والمنطقة والساكنة بالدرجة الأولى إذن فكاين مشاكل بالجملة لا يمكن أن نقبل أن تظل مستمرة للأسف الشديد لأنه لا نقبل مصادرة حقوق الطبيعية للمواطنين لأن دائماً نعيش في الرعب والخوف كي تشوف السيارة ديالدرج طالعه هو السوق تتفرغ عن آخره هرباً لأنه قد يعتقد بأن هناك أحدهم أو هو نفسه مبحثاً عليه إذن فما يمكنش الوضع غير مستخر يجب الطبيعات الحال أن نبحث عن الحال لذلك إذن هذا من جهة إذن بغينا الاستغلال الإيجابي لهذه النبتة كسائل نبتات أسيد الوزين نحن دولة إسلامية كيف نرخص لزراعة الدالية وكيف نرخص لزراعة التين الكرموس وكيف نستخرج منه المحية والشراب والشاعر الجوع وبحال بحال نمنعو الدالية ونمنعو الشعير ونمنعو الكرموس ونمنعو كل شيء هرا بحال بحال نتيجة واحدة نحن دولة إسلامية كيف إيش إحنا كالجوع تباع في الملائي في كل مكان والتعاطي مستمر ونجي وإحنا الكيف نقول وراء غذي غذي نعم بلو أكثر من ذلك إحنا عارفين العائدات البارح كان عندنا يوم دراسي جبنا خباراء أعطونا معلومة دقيقة حول عائدات الكيف فعلا هو الذهب الأخضر إذا حسن استعماله هو الذهب الأخضر إذا حسن استعمال دياله فلذلك هذا ما سائل السيد الوزير أنا في الحقيقة والله إذا فرحان وأتحدث يعني من قلبي لأنه هذه اللحظة كنت كسنها شحال هادي إذن فلذلك لابد من مراعاة يعني خصوصية المنطقة وأنا كنقول وأكد بأننا نتأخرنا كثير ولكن فقاش مجا الخير ينفع كما نقول دائما إذن هذا بطبعات حال جاء هذا الموضوع بعد مصادقة لجنة المخدرات تابعة للأمم المتحدة في تدوزنبير لترمي إلى إعادة تصنيف نبتة الكيف نحن نرى ما مشيناش يا الإخوة نرى ما تصنيع إيجابي التصنيع اللي فيه منافع هذه الدول الكوبرى متقدمة هذه خلاتهم سفتوح على مصر عاج في أمريكا الشمالية وفي أوروبا النشخ لاول يستغلون الحشيش ماشي المادة الكيف لما يسمى بالاستعمالات الترفيهية لجلب السياح نرى ما مشيناش لهذا الشي ونحن عارفين المشي أنا لست بطبيب أنه الآثار ديال السجائر أقوى من الآثار استعمال السمسي وغيره يقول باش ماشي نكونوا واضحين وأنا لازل أتذكروا مازال كنت تفل في السبعينات وبداية الثمانينات أنه كنا كانت تفوه مع السياح السيد الوازر في حسيمة على شك يجيو كيجيو لتدغينها لا الكويفة هاتشي بي كانوا كيجيو وما كيجيو في الحسيمة كانوا كلوا ميديتراني ممنوع لنا ندخلوه فين دكشي دابا نهاج الظاهي ربعوش بعين سد كل شي وخلوهم مشينا مشوا للبنان ومشوا الدانمارك ومشوا الناس الدولي كيزرعوا مشوا هولندا كتزرع وكترخص الاستعمال الآخر هاتوا عندهم مش معلق عقل هاتوا هاتوا ما خايفينش على المواطنين ديالهم وحتى المنظمة العالمية السحرة دات تصنف ديال مخديرات وعارفة شكون هي الضارة وشكون هي كذا فلذلك حتى بالنسبة مكاهة ندخلنا ضلان إذيق الوقت حتى بالتفاصيل أنه اللي كيكيف معمروك هذه الجريمة كيمشي ينعاس يتكمش دائما حل أخلاف الذي يتعاطى الخمرة غير كيزيت شميع القرخوبة هادوا ما الضواهل هو الكوكاين الهروين المخديرات القوية اللي خسرنا تصدوا لها فلذلك عارفين الناس اللي عندهم تنين وتسعين سانة كيكمش سبسيلة يومنا هذا وكنا العشبة البلدية ماشي الدخيلة إذن هاد مسائل هدي على كلين أنا كان واحد ظاهر